السلام عليكم اهلا بكم في قناة المستر النارد عن حلم ملحق بت باي بت تلتة عداد الترم التاني اللي امتحان التاسع والعشر محافظات كفر الشيخ وضمياط من صفحة 134 لصفحة 139 انتظرونا صفحة 134 اللي امتحار رقم اربعة محافظة كفر الشيخ اول سؤال محادسة نفهمها حفصة كان بتتصل على ايه صحابتها هيبة بطشي وستولد ولكن ايه حد اخبارها ذات هيبة وهو زقاوت ان هيبة خارج الايه المنزل حفصة هتقول مي اي سبيك تو هيبة ممكن اكلم هيبة بليز فردت على هند وقيت لها حاجة كده هو اسكولنج طبعا من رأس المحادسة هنا هنقول سوري اسفة شي ازنج رايت ناو هي مش هنا دلوقتي او نقول لاجابة ديت سوري شي از اوت لاتنين صح اياب الخارج وبعدين هند سألت سؤالت مين دي بتتصل هتقول لها طبعا ايه انا حفصة this is حفصة قيت لها that's alright ماشي وبعدين ايه راح تسألها سؤال قيت لها yes please نعم من فضلك tell here قول لها to call me انها تتصل علي وانشي comes back لما تعود بقيت قول لها عايزة تقول لها اي حاجة do you want هل تريدي to tell here anything انها تقول لها ايه تخبرها اي حاجة او do you want to leave here a message عايزة ايه تسيبي لها رسالة الاتنين صح اربعة هندي سألت سؤال قيت لها ايه او كي واعدين قلت لها رقم كده ده رقم تليفونها يعني يبقى what's your phone number ما رقم تليفونك هندي شكرتها thank you طبعا هترد وتقول ايه على ايه لا وشكرا you are welcome على الرحب والسعى السؤال التاني read and complete the text اقرأ واكمل النص بالكلمة اللهم الديهان ديت طبعا القطع دي لازم ترى كلها الاول هنقول معناها in fact في الواقع نقط research يبقى واحد هتبقى doing القيام بقى بحاس ما تنفعش do ده بيكون ايه ضروري في حياتنا اليومية it's a tool انها اداة for building knowledge لبناء المعرفة البحث ده بيكون مهم for نقط education اللي هي التربية التربية ايه بقى التربية الحديثة يبقى modern بيكون شيء مهم في التربية الايه الحديثة ويفتح الابواب of learning للتعلم ان يجفز بيبو لبداعط الناس ده نقطة to solve problems الحل المشكلات بيدي الناس فرصة للايه بقى تحل المشكلات تلاتة هتبقى opportunity يعني فرصة والرد على الاسئلة اللي هي ايه المجتمع doesn't understand مش فاهمها ومش قادر ايه يرد عليها المهم studies الدراسة ان ايه ده ترسيرش ان البحث يطور يطور ايه and problem solving مهارات حل المشكلات اربعة هتبقى الايجابة skills مهارات السؤال اللي بعد سؤال القطع هنقول معناها successful يعني ناجح الناس الناجحين مش بيكونوا ايه ايه شكل بعض في كل حاجة يعني فالناس الناجحين او الناس اللي بتنجح يعني تندتوا تميل الى قضاء وقت فراغهم بطرق مختلفة هم لا يتوقفوا عن التعلم يحاولوا ايه يحصلوا على احدث الاخبار والايه والترندات المرتبطة بشغلهم وهم كمان ايه عايزين يحسينهم مهارتهم لذلك كثير من الناس الناجحين take classes بياخدوا زي ايه زي دورات زي حصص ماشي في وقت فراغهم they never هم ابدا لا يتوقفوا عن قراءة ايه الكتب الجديدة صفحة 135 دي بقيت القطعة الكتب دي بتساعدهم لفهم كبير للايه العالم حولهم بالاضافة لذلك فهم بيفهمهم ان الوظيفة بتاعتهم مش كل شيء لذلك هم بيدركوا اهمية انهم يقدم ايه استراحة مع ايه مع اثارهم يعني فترات راحة يعني مع اثارهم واصدقائهم باراجرافي التاني بقى بيقول لي كثير من الناس الناجحين بيقدم وقت فراغهم في ايه بقى ممارسة دي معناها ابداعي ابتكاري الهوايات بتاعتهم الابداعية يعني بيقوموا بالايه بالرسمة التلوين وتعلموا العصفة على آلة موسيقية او ايه او كتابة ايه بعض من الناس الناجحين يقتوا وقت فراغهم في ايه بقى تحسين صحيتهم بقى مرسة رياضة دي معناها فتنس يعني اللي يقع اللي ايه البدنية بقى استكتع كلها على كده دي معناها ايه انتاج يعني في النهاية اكثر الناس الناجحين اكثرهم يعني ما اللي بقى بيقضوا وقت فراغهم في التطوع من اجل المجتمع بتاعهم يتطوعوا في حاجة يعني عمل خير او شيء ايه بدون ما يقضوا في فلوس اسئلة القطعة ايه رقم واحد القطعة اساسا عن ايه هتبقى سي كيف هيقضي قال ايه الناس اللي بيحققوا النجاح وقت فراغهم ازاي بيقضوا طيب رقم اتنين هتبقى سي هم بقى ايه عمرهم ما يتوقف عن القراءة اللي انهم ما بيحتاجهم ما يفهموا العالم حولهم تلاتة هتبقى الاجابة ايه المعناها يعني ماذا يؤدي ايه اللي بيؤدي يعني الافضل وايه والانتاج الاعلى اللي هي اللياقة البدنية الايه بتر فتنس ايه الافضل يعني او الاحسن اللي عنده اللياقة بدنية كويس ويفكر كويس وبينتج ايه افضل اربعة اه كيف الناس النجاحين يساعدهم دير كوميونيتي مجتمحهم من الكتعة بقى اتبقى الاجابة دي بات اطوعهم هو السطر ده خمسة لخص الباراجراف التاني انا نقول بقى المعاني على طول عشان نختصر وقتكم لخص الباراجراف التاني بجملة واحدة مثلا هنقول الجملة دي سكسفول بيقول الناس النجاحين اسبيند دير تايم يقضوا وقت فراغهم مالهم بقى براكتسينج نم يمارسهم ايه بيتر اجابة معلش تحت عشان ما عنديش ايه مكان ذير هوبز هواياتهم اند هيلبينج ده كوميونيتي يمارسوا فيه هواياتهم ويساعدوا المجتمع ستة بيقول بقى اثار اكتيفتز بل انشطة الاخرى هواياتهم اللي انت هتضيفها للكلام اللي فوق ده عشان ايه يتقضي بيه وقت فراغ يعني بنجاح في المستقبل مثلا هقول دي فيزيتنج ماي ريلاتيفز زيارة ايه اقاربي اند اول دفرنديس واصدقاء القدامة انت هايستقول اجابة تانية تكون مناسبة للمعنى ماشي دي مجرد ايه حل يعني اقتراح صفحة 136 السؤال الاختياري واحد وي كانتو كونتينيو تويوز لا يمكننا الاستمرار في استخدام الايه بيترول البنزين فور كرزر للسيارات بيكوز ات ازنت لانه ليس ليس ساستنبل مستدام رقم اتنين اللي همينا هنا الجملة ديت فيها ايه كلمة دي قال لو يسمح is the same meaning تدي نفسي معنى كلمة ايه لت هنا معنى الجملة على الاكمار الصناعية تسمح لنا بايه بدراسة الايه الطاكس في كل انحاء العالم ثلاث ايه و ايه نوع السموان هو شخص ما يعني ايه اجزاء مختلفة من التلفزيون او ايه العرض التلفزيوني او الاذاعي تمام اللي بقى مين اللي هو المزيع او المقدم البرامج يعني برزينتر اربع وي اد ده صفكس انا احنا نضيف اللي هي اللاحقة حروف بتيجي في اخر الكلمة to get the adjective الحصول على الصفة من كلمة environment يعني بيئة حطلها ايه ال environmental يعني بيئي خمسة people increase الناس بتزداد في العالم every second كل ثانية this means that the world a increases يزداد سكان السكان بيزدادوا في العالم يعني population ستة خالد is going to do خالد سوف يكون بايه ا او ا نقط to get some professional qualifications الحصول على مؤهلات ايه احترافية يعني هيكون بايه بقى فترة تخصص internship او التدريب الداخلي الصلاة اللي بعد ونفهم سبب الاجابات رقم واحد هنا make هتبقى وزميد مبني المجهول للماضي البسيط عشان بيقول لي في سنة ايه 2007 عرفت ازاي بقى انها مبني للمجهول كمان من المفعول جي في الاول هنا list قائمة قائمة من العجائب السبع الجديدة اتعملت سنة 2007 سنة في الماضي اتنين الفعل key بيجي بعدين الفعل في ايه ing هتبقى الاجابة burning بدل burn ثلاثة دي قاعدة F قابلها هنا could زائد الايه المصدر تبقى الحالة التانية من F يجي بعد F ماضي بسيط الماضي من have هتبقى had اربعة before قاعدتها ايه بعدها هنا ماضي بسيط يجي قابلها ماضي تام يبقى tidy هتبقى had tidied ده ماضي تام خمسة هنا بيقولوا ايه وين i am older عندما اكبر يعني انا سوف اساعد لدي سيبل ده الناس المعاقين في عطل نهاية الاسبوع تمام يبقى هنا ايه في ام يبقى going بدل ايه بدل gun سوف ايه ايه بمعنى انا سوف صفحة مية سبعة وتلاتين اللي متحرك مع عشرة محافظة دميات بتحانسهل جدا هدى عند سلمة بتكلموا عن ايه بقى الموبايل الجديد بتاع سلمة هدى بتقولها is this mobile new هل هزا الموبايل ده جديد طبعا من رأس المحادسة باي yes it is وده قالت who bought it for you من اللي اشتراهولك مش هتقول اي حاجة لان ترحت بتقولها ايه your father babaki هتقول my father bought it for me رحت سألها سؤال قلت لها because I passed my final exams لان نجحت في امتحانات النهائية بعتقول لها ليه هو اشتراهولك لماذا يبقى why وبعدين نجفها لمساعدد لان الكلام عن الماضي البسيط he يبقى ايه buy ده يبقى مصدر يعني بدل bought why did he buy it for you لماذا هو اشتراهولك لها because I passed my final exams سألتها سؤال قلت لها he bought it last week اشتراهول الاسبوع الماضي بنسأل على last week دي بمتا متا يعني win وبود دي زي ما قلنا ماضي بسيط نجفها لمساعدد ونجيب الجملة من الاول he ونعيد بود ديت لمصدرها هتبقى buy يبقى when did he buy it اخر سؤال في المحادث سريع what do you use it for يعني بستخدمي ليه الموبايل ده اي اجابة مناسبة I use it انا بستخدمه to call my friend عشان ابتسأل علي ايه صديقاتي صلي بعده اقرأ القطعة وايه اكمل من الكلمات المدهال ديت لازم ترى كلها الاول زي ما قلنا we should do our best يجب علينا ان نبذل قسارة جهدنا لحفاظ على البيئة ايه نظيفة we mustn't اللي هيجب علينا cut down اللي هيجب علينا ان احنا نزيل الاشجار لانها بتمتص طبعا سين اكسيد الكربون also we mustn't burn اللي هيجب علينا ان احنا نحرق الايه fossil fuels اللي هو الوقود الحفري اتنين fuels عشان نتجنب لو هتغير المناخ that's why لهذا السبب we should use يجب ان احنا نستخدم energy token هي renewable يعني متجددة زي الطاقة الشمسية وتكتر رياح so we اربعة هتبقى ويل اذاك احنا سوف will be able to سوف انا نكون قدرين نيعيش في اين safe environment بيئة امنة قطعة بتدور حوالين نفس الفكرة بتاعت الايه اللي احتباس الحراري والتغير المناخي بيقول من احد ايه المشكلات الخطيرة البيئية التي توجهنا في كوكبنا اليوم هو ايه تغير المناخي اللي بيسبب ايه الفيضانات والجفاف وكمان بيسبب حرائق الغباد ونتيجة لذلك فان الكوكبنا ايه تزداد حرارته والتاكس ايه بيت تغير صفحة 138 بيت القطعة واليوجد سببين للتغير المناخي احدهم طبيعي اللي هو ايه بقى اللي هو الاحتباس الحراري والسبب التاني الانسان هو السببك فيهن وبيستخدم المواد الكيميائية الضارة كل يوم دول بيسببوا ارتفاع درجة حرارة الارض باراجراف الاخير توري ديوس عشان نقلل الاثار السيئة لتغير المناخي يجب علينا نعمل ايه بيقولن احنا نزل ونتوقف عن استخدام اللي هو الايه مواد الكيمياء والغازات الضارة دي وهكذا بقى السؤال اللي بتاعنا هنا الاولاني فكرة رأسية للقطع هتبقى دي اتنين هتبقى ايه ثلاثة ذم دعيد علي بقى او تشير الى ريزونز اسباب اربعة بقول ايه ايه سبب لتغير المناخي اللي هو الاحتباس الحراري سبب واحد وقال سبب واحد رقم خمسة كيف انت تعتقد نحن يمكن ان نقلل الاسهار السيئة لتغير المناخي ازاي نقدر نقلله من القطعة هتبقى دي بزرعة مزيد من اشجار والناها بعد والتعاقف عن استخدام مواد الكيمياء والغازات الضارة لخمسة ستة لخص الباراغراف الاولاني في جملة واحدة ممكن تولها باسلوبك او تجيبها من القطعة هادي هادي الاجابة دي هتبقى السطر الاولاني وايه الحد هنا السؤال اللي بعده اختياري رقم واحد ا ا ا ا ا ا النقط is the natural home هو الموطن الطبيعي للحيوان والنبات habitat ا اه ، الموطن بيهئة الحيوان اللي بعيش فيها اتنين to say that you will do something اشان تقول ان انت Sweat �해서 انك بتاعد promise رقم ثلاتة اللي همينة هنا يعني قديم عكس قديم صفحة 139 ممكن الحصول على الصفة من كلمة بأن احنا نضيف لها اللي حكوا يعني مفيد تبقى صفة كده خمسة جورناليست صحفي كتب عن الحادث بلغ يكتب تقرير ستة تستخدم وسائل التواصل الاجتماعي للتواصل كان يمكنهم البعضهم البعض يتحدثوا السؤال اللي بعضهم في المسبب الايجابات واحد هنا تصريف ثالث ببنية المجهول للمضارع البسيط السيارات تصنع حتى جاب لهنا ايه باي بواسطة بواسطة الاي الروبوتات في المصانع اتنين كفاعل انجوي يجي بعد الفاعل في انجي بقى بلايه هتبقى بلايين تلاتة كاعدة اف بعدها هنا ماضي بسيط يبقى دي الحالة التانية من اف يبقى يجي قبلها ايه وود زائد المصدر يبقى ولي دي هتبقى وود اربعة until قبلها هنا ماضي بسيط منفي يجي بعدها ماضي تام revised هتبقى had revised خمسة الجملة دي متحولة الى ايه الى غير مباشر شار الاكواس وربط بايه بذات يبقى said هنا هتبقى told عشان هنا كمان فيه مفهولها يبقى سامير told me سامير قال لي اخبرني يبقى دي غير ايه غير مباشر الفيديو انتهى اتمنى لكم دوام التوفيق て общем شكرا لك وشاكوا